في حاسبيا أهلنا بك صابر بعد رشقة الصواريخ على تل أبيب التي تبنها حزب الله قبل قليل وكذلك بعد دوي صفرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي هل رصدتم أي تحركات لطائرات الاحتلال في سماء منطقة جنوب لبنان من حيث تتواجد في حاسبيا صابر نعم يحيي هذه الطائرات لا تفارق هذه المناطق قبل قليل فقط ونحن قبل أن تعطيني الكلمة كانت هناك انطلقت بعض الصواريخ رشقة ساروخية على ما يبدو من هنا أصبحت الأصوات تختلط هنا في الحقيقة يحيي خاصة النهار هذا اليوم كان صعبا جدا على الجنوب اللبناني على قرى وبلدات الحفة الأمامية ساعات قاسية اختلطت فيها امتزجت فيها أصوات الانفجارات انفجارات الغارات الجوية كذلك الرشقات الساروخية التي يطلقها حزب الله المدفعية المدفعية التي تدوي أيضا بعنف أزيز الطائرات المسيرة التي باتت تحلق على علو منخفض وكذلك دوي الطائرات الحربية أكثر من مئة طلعة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت فيها أكثر من مئة وعشر مرات على البلدات والقرى الحدودية هذا فقط في جنوب لبنان دون احتساب الشرق اللبناني وكذلك الضاحية الجنوبية هذه الطائرات أغارت خاصة اليوم أو مساء اليوم ركزت غاراتها على قرى وبلدات محافظة النبطية التي نالت قسطا كبيرا من القصف وكذلك على القرى الحدودية الواقعة في القرى والبلدات الحدودية الواقعة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني والتي تتبع إداريا لقضاء صور بمحافظة الجنوب هذه البلديات أو البلدات تعرضت إلى عشرات الغارات خاصة في النقورة واللبونة وعلم الشعب وغيرها من المناطق في تلك الضاحية خاصة في الظهيرة أيضا الظهيرة التي تعرضت أيضا إلى غارات ويبدو أن التركيز على هذه المنطقة باتت تركيز عليها بالقصف المدفعي وأيضا الغارات يبدو والتركيز وتركيز التحشيدات العسكرية الإسرائيلية وخاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق أو إعلان المناطق المحاذية لها مثل عرب العرامشة مستعمرة عرب العرامشة وغيرها من المناطق إعلانها مناطق عسكرية يبدو أن هناك الجيش الإسرائيلي يحاول أن يفتح جبهة أو ثغرة إن صح التعبير للدخول والتوغل البري بعدما كانت فتحة ثغرة هنا على مستوى القطاع الأوسط والشرقي أيضا على مستوى كل من مارون الراس وعيطرون ومارون والعديسة وكفر كلا هذه المناطق نزلت تجري فيها اشتباكات عنيفة أيضا توغل لبعض الأمطار لقوات الاحتلال حزب الله يقول إنه تفادى كارثة أو في تصريحات لأحد قادته الميدانيين أنه تفادى إطلاق النار على قوات إسرائيلية كانت قد استغلت وجود قوات الدولية هناك وأرادت تتخذها دروع بشرية وتقدمت نحو خراج مارون الراس مستغلة تواجد القوات الدولية قوات حفظ السلام على الإنفال هناك وامتنع الحزب كما يقول أحد قادته الميدانيين عن إطلاق النار في تلك الناحية أشكرك جزيلا صبر أيوب في حاسب